إلي فترة عندي فضول أفهم وأعرف الفرق بين الناس اللي بتنجح بحياتها وبتتقدم باستمرار وبين اللي بيضلوا يحلموا وهم يوقفين مكانهم بعد بحثوا تحري اكتشفت عشر عادات يومية سهلة مشتركة بين الناجحين وبرضو الأغنياء كثير اللي بنوا حالهم لحالهم وقررت أصير أعمالهم كل يوم العادة الأولى بيصحوا بكير الناس الناجحة بتصحى يومياً على الخمسة الصبح أو أكثر شيء ستة الصبح بيكسبوا على الأقل ساعتين قبل ما باقي الناس تبدأ يومها في كتاب اسمه The 5 AM Club بيحكي أنه ساعة الانتصار أو The Victory Hour باليوم هي من الخمسة الصبح للستة الصبح عشان تستغلها لأقصى درجة الكتابة بينصحك تصحى على الخمسة يومياً وتقسم ساعتك الأولى لثلاث أقسام رئيسية كل قسم منهم تقريباً عشرين دقيقة عشرين دقيقة تتفكر فيها مثلاً تصلي وتقرر يومك شو بدك تنجز فيه تفكر بأي شيء مسبب لك القلق وكيف ممكن تتجاوزه عشرين دقيقة تتحرك فيهم مثلاً تبشي داخل البيت خارج البيت تلعب أي نوع رياضة بتحبها وإلى آخره وعشرين دقيقة تتعلم فيهم تقرأ من كتاب تستمع لإذاعة معينة تدرس عن موضوع بهمك تحضر فيديو عن موضوع بتحبه وغيره ترتيب هاي الأقسام مش مهم المهم تصحى على الخمسة وتحاول تعمل الثلاث نشاطات خلال الساعة الأولى من الصبح من هون وهيك سير إصحى كل يوم على الخمسة الصبح وشوف كيف حياتك رح تتغير العادة الثانية للناس الناجحة بنظموا وقتهم الناس الناجحة عندها مخطط يومي أو بلانر مش بس بيحددوا أحلامهم وأهدافهم للخمسة السنين اللي جاية بيخططوا شو بدهم يعملوا ويحققوا الساعة اللي جاية لا تعتمدوا على الذاكرة اللي وحدها طلعوا كل شي من راسكم وحطوه على الورق أو على التليفون أو الأيباد بتقللوا من الضغط النفسي والقلق كل يوم الصبح اعملوا قائمة بكل الأشياء اللي بدكم تعملوها اليوم بغض النظر قدي صغيرة رح تحسوا إنكم أنجزتوا أكثر لما تشطبوا من القائمة وتنتقلوا للمهمة اللي بعدها العادة الثالثة الناس الناجحين بيحددوا أهداف واضحة للمستقبل وبتخيلوا مستقبلهم باستمرار الناس الناجحة بيعرفوا إنه إحنا مفروض نشوف أحلامنا بتتحقق من جوة قبل ما نشوفها بتتحقق برا ستيف هارفي بيحكي إذا بتشوف الإشي بعقلك مع الوقت رح تمسكه بإيدك فلازم تشوف حالك وإنت بتسدي الدين اللي عليك وإنت سايق سيارة أحلامك وإنت طالع على الستيج تستلم شهادة الدراسات العليا اللي بتحلم فيها وإنت واقف على الميزان وعاش بك الوزن اللي وصلته لازم تشوف حلمك بتحقق من جوة تخيل الإشي اللي أنت جد بتتمنى لأنه صدقا إذا ما بتقدر تتخيله ما عمرك رح تحصل عليه من الأفكار الحلوة اللي ممكن تطبقها برضو أنه تعمل فيجين بورد أو لوح الأحلام حط عليه صور لكل الأشياء اللي حاب تحققها بغض النظر عن مكانك الحالي بالحياة حط صور لكل شي حاب تحققه بالمستقبل بزنس أحلامك، سيارة أحلامك، عدد أطفالك، بيت المستقبل، زوجة المستقبل الشهادات اللي بدك تاخدها، الوزن المثالي اللي حاب توصله أي أحلام صغيرة أو كبيرة بتتمنىها حط صور على لوحة وعلقها بمكان بحيث تشوفها كل يوم العادة الرابعة الناس الناجحة واثقة من نفسها واثقة مش مغرورة واثقين من قدراتهم ومن رسالتهم بالحياة بقدروا ومتقبلين لشخصياتهم ومواصفاتهم اسمعوا هاي المقولة وركزوا فيها مزبوط الحياة اللي انتو عايشينها حالياً هي الحياة اللي انتو مؤمنين انكم بتستحقوها رح أعيد الحياة اللي انتو عايشينها حالياً هي الحياة اللي انتو مؤمنين انكم بتستحقوها لذلك إذا عايش حياة انت مش عاش بيتك صار الوقت انك ترفع قيمتك الشخصية من أهم الطرق لترفع قيمتك الشخصية أنك تغير طريقة تعاملك مع نفسك وقف حكي سلبي عن حالك وابدأ احكي عن حالك بطريقة إيجابية كلماتك إلها تأثير قوي على صورتك الشخصية طريقة ثانية لترفع قيمتك تعلم، اقرأ، استثمر بنفسك The more you read, the more you learn The more you learn, the more you earn Educate yourself علم وثقف نفسك كل يوم العادة الخامسة الناس الناجحين بيوفروا مادياً ما بيصرفوا كل دخلهم الناس الناجحين بيتدخروا لو نسبة قليلة من دخلهم شهرياً جرب حط لحالك هالهدف بغض النظر عن دخلك الشهري أو وضعك المادي اتدخر 15% لـ 20% من راتبك شهرياً ابدأ من هذا الشهر العادة السادسة الناس الناجحة بيحيطوا أنفسهم بالناس الصح زي ما بتحكي الأمثال العربية قل لي من تصاحب أقول لك من أنت الطيور على أشكالها تقع الصاحب ساحب الناس اللي بتقضي معهم أغلب وقتك هم اللي بيحددوا مكانك بالحياة الناس الناجحة بتحيط نفسها بأشخاص داعمة ومؤثرة وإيجابية بيحيطوا أنفسهم بناس عندهم أحلام مشابهة وبحققوا أهدافهم في مثل إنجليزي بيحكي إنه حياتك بالخمسة السنين اللي جاية بحددها إشيين الكتب اللي بتقرأها والأشخاص اللي بتقضي وقتك معهم الحقيقة إنه ما فيه إشي بيساعدك تفشل أكثر من رفقة السوق ما بتقدر تعيش حياة ناجحة إذا بتضيع جزء كبير من طاقتك وتركيزك وإنت تحاول تقنع اللي حولك إنه أحلامك مش خيالية أو مجنونة بالعكس حيط نفسك بناس مؤمنة فيك وبقدراتك ضل حول الناس اللي محققها أكثر من اللي أنت بدك تحققه كملت تعليمها بدرجات أعلى منك بتعمل مصاري أكثر منك أجسامها أزبط من جسمك محققة استثمارات نفسك تعملها عندها خبرات حلمك تتعلمها هاي العلاقات رح تخليك تتشجع تشتغل على حالك أكثر العادة السابعة الناس الناجحة بتلعب رياضة الرياضة أولوية عندهم لأنهم بيعرفوا إنه الصحة الجسدية مهمة للصحة العقلية لهيك عادة فيه بيجا دولهم اليومي وقت للرياضة سواء بدك تمشي يوميا لمدة 20 دقيقة بدك ترفع أثقال بالجيم بدك تعمل أي شيء ممكن يخليك تهتم بجسمك الله أعطاك جسم واحد فحافظ عليه ابدأ بأي شيء حتى لو 10 دقائق باليوم مع الوقت كل حركة وكل تمرين بيفرق العادة الثامنة الناس الناجحين منظمين ومرتبين بحياتهم بيحاولوا المكان حولهم يكون خالي من الفوضى فيه علاقة مباشرة بين الترتيب والنجاح ترتيب الفوضى بحياتك بيساعدك تكون إنسان مميز الطريقة اللي بتعمل فيها أي شيء هي الطريقة اللي بتعمل فيها كل شيء إذا ما بتقدر تحافظ على النظام ببيتك كيف بدك تحافظ على النظام بوظيفتك إذا أنت فوضوي قيادتك للي حولك حتكون فوضى إذا ما بتبدأ تحط لنفسك معايير شخصية ممتازة كيف بدك تتوقع من فريقك حط هيك معايير تذكر المقول اللي بتحكي الطريقة اللي بتعمل فيها أي شيء هي الطريقة اللي بتعمل فيها كل شيء حاول تحافظ على محيطك منظم ومرتب وشوف كيف ثقتك بنفسك ومستوى السلام الداخلي عندك رح يرتفع لدرجات أخرى العادة التاسعة الناس الناجحة مقدرة وشكورة لما بتكون مقدر وشاكر للنجاح اللي وصلته تجذب نجاحات أخرى تكون شاكر إلها لما بتضل تشكي بتدمر كل شي حققته الناس الناجحة عندها عادة قائمة بتكتبها بالإنجازات اللي هي ممنونة إلها العادة العاشرة الناس الناجحة عندها إصرار ومثابرة ما بليستنوا الأشياء التي يجي اللي عندهم هم بيسعوا وبيحققوا كل شيء بدهم إياه بيرفضوا يفقدوا الأمل وبيسعوا الناس الفاشلة بتفقد الأمل لما بتأخر حلمهم بالتحقق لما بيحسوا صعب تحقيقه لما اللي حواليهم يثبطوا من عزيمتهم لما يحسوا إنهم مش مؤهلين أو يعتقدوا إنه كثير متأخر هلا يحققوا هذا الحلم الناس الناجحة بتشوف كل هاي أسباب إضافية ليحلموا أكبر ليقامنوا بنفسهم أكثر ليعملوا خطوة أجرى في مقول بتحكي إنه النهر بيحفر الصخر مش بسبب قوته بسبب إصراره الخلاصة العادات اللي بتتبعها من اليوم وطالع بتحدد مستقبلك هاي حقيقة الناس الناجحة عندها عادات ناجحة بيعرفوا ومتيقنين إنه سر مستقبلهم موجود بروتينهم اليومي شو بتعمل كل يوم بيأخذك خطوة أقرب أو أبعد عن النجاح كل ما ارتقيت بنجاحاتك كل ما ارتقى كل شيء حواليك علاقاتك فرصك دخلك عملك تأثيرك كل شيء بيكبر لما أنت بتكبر وشكرا ترجمة نانسي قنقر